ناقوس خطر جديد تدقه منظمة الصحة العالمية بشأن متحور جديد لفيروس كورونا أطلقت عليه اسم أوميكرون ووصفته بالمثير للقلق المنظمة قالت إن المتحور الجديد أكثر عدوى من غيره مشيرة إلى أن عدد الإصابات به يتزايد بشكل ملحوظ في دول جنوب القارة الإفريقية إلى ذلك وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تفعيل إجراءات حظر السفر من وإلى دول جنوب القارة الإفريقية بسبب المتحور الجديد للفيروس كما قررت الولايات المتحدة حظر دخول المسافرين من ثمانية دول في إفريقيا الجنوبية بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا وقال البيت الأبيض إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين المقبل وفي بلجيكا أعلنت السلطات رصد المتحور الجديد لفيروس كورونا لتكون أول دولة أوروبية تظهر بها النسخة الجديدة للفيروس عربيا أعلنت عدة دول بينها مصر والإمارات والسعودية تعليق الرحلات الجوية القادمة من بعض دول إفريقيا بينها جنوب إفريقيا بسبب سلالة كورونا الجديدة من جانبه انتقد وزير الصحة الجنوب إفريقي قرار بعض الدول الأوروبية والعربية بتعليق السفر من وإلى بلاده بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا واعتبره قرارا متسرعا وغير مبرر ويتعارض مع قواعد ومعايير منظمة الصحة العالمية